يشكو العراق منذ عام 2003 من مشكلة عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن حلها وساءت للبلد بشكل كبير تمثلت في الفشل الذريع بإدارة ملف النفايات وتدويرها والتخلص منها بشكل ينسجم مع البيئة ولا يؤثر على صحة الإنسان ارتفع معدل طرح النفايات بمختلف أنواعها لتصل إلى أكثر من عشرة ألاف طن يوميا في بغداد فقط خلال عام 2020 وهي تعادل أضعاف ما كانت ترفعه الأجهزة البلدية قبل 17 عاما لتمثل معضلة كبيرة تبحث عن حلول جذرية لها أمانة بغداد والوزارات المعنية بالخدمات تقف عاجزة بكوادرها وآلياتها عن إدارة هذا الملف حتى أصبح انتشار أكوام النفايات جزءا من المشهد اليومي للشوارع والأزقة والساحات العامة ما دفع المواطنين إلى تنظيم حملات ومبادرات لتنظيف مدنهم بعد أن يأسوا من مطالبة الجهات المعنية بالقيام بواجبها البلدية تجي تنظف هذا المكان بس شوف يتطوع من الشباب هاي الحلوة باوع عشون جاي تنظفه البلد بلدهم والنظافة لهم هو هذا بلدهم لازم يحافظون عليه ولا لما أنا أقول لك صقهم بكم لا تباوع ولا شوف هاي الوساخة وهاي الزبال وتشتغل ومن يطلع واحدهم يحتي يقول لك بس أنا نظفه بس وجاي يسوي آلية وكلت شديد من جانب آخر فإن الكميات الكبيرة من النفايات في العراق تعد ثروة كبيرة إذا ما أحسن التخطيط والتعامل معها فنيا وبيئيا للاستفادة منها في إعادة تدويرها وإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب خبراء في مجال الطاقة الشركات الأجنبية قدمت عروضا لشراء الطن الواحد من النفايات بمبلغ خمس دولارات ومن ثم بيع الطاقة المنتجة لصالح وزارة الكهرباء بأربعة سنتات ونصف لكل كيلو واط إلا أن تلك العروض رفضت من قبل الحكومة في بغداد في وقت يتم استيراد الكيلو واط الواحد من إيران بأحد عشر سنتا بسبب ولاء السلطات والأحزاب لإيران والحصول على أكبر قدر ممكن من المغانم مشكلة النفايات تستحوذ على اهتمامات الدول المتقدمة وتهيئ لها الخطط الاستراتيجية بمدايات زمنية تواكب التطور والنمو السكاني وعمليات التصنيع والإعمار والتوسع إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة على مستوى تقديم الخدمات وظروف الصالحة للعيش في وقت لا تزال أغلب البنى التحتية تعاني من القدم أو الخروج من الخدمة فضلا عن الفساد المنتشر في جميع القطاعات لا سيما قطاع الخدمات